يترقب الجميع شكل التحالفات السياسية المقبلة في ظل الحراك الحثيف التي تسعى من خلاله الكتل الفائزة بالانتخابات بناء الكتلاء الأكبر وفي ظل هذا الترقب يشهد الشارع العراقي احتجاجات واسعة لجماهير المعترضة على نتائج الانتخابات الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريو جديد في البلاد مصطفى علوش معه التفاصيل يترقب الجميع شكل التحالفات السياسية المقبلة في ظل الحراك الحثيف التي تسعى من خلاله الكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية لبناء الكتلة الأكبر والتي ستنبثق من خلالها الحكومة المقبلة مراقبون بيانوا أن التفاوضات والحوارات ستأخذ وقتا طويلا بسبب تشظ المواقف بين القوى السياسية وربما ستولد الكتلة الأكبر على عكس جميع التخمينات الكل يعلم هناك ضمن الفقرات القانون المفوضية اسمه الإئتلافات والعدد الأكبر هذا العدد الأكبر سيكون حاضرا والمناقشات التي تضم بثناياه العدد الأكبر وصولا إلى التآم الجلسة الأولى لتنطلق العدد الأكبر ليتضمن الإئتلاف الأكبر ليكون له الحضر في تشكيل الحكومة ومع التقيدات التي تشهدها الساحة السياسية واستمرار شوط التشاورات لتشكيل الكتلة الأكبر لا يستبعد مراقبون أن يعود تشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والمحاصصة نتيجة عدم فوز كتلة بعينها بعدد من المقاعد النيابية التي تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها نعتقد أن الحكومة القادمة سوف تكون كما كان في السابق يعني حكومة توافقية لأنه لا يوجد اليوم لدينا كتلة أكبر تمتلك حق تكوين الحكومة كاملة كما يروج البعض في الإعلام أعتقد أنه تحالفات وسوف تكون هناك حقيقة محاصصة وسوف تكون هناك بعض الإئتلافات التي تشكل الحكومة هذه باعتبار أنه لا يوجد كتلة أكبر لهذه اللحظة وين كان سارون هو صاحب السبق في مسألة عدد الكراسي التي حصلها لها داخل قبة البرلمان وفي ظل هذا الترقب يشهد الشارع العراقي احتجاجات واسعة لجماهير الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريون جديد في البلاد ضبابية المشهد السياسي وعدم اتضاح خارطة التحالفات سيجعله من الأيام المقبلة حبلة بالمفاجآت ولن يكون أمر تشكيل الحكومة باليسير بحسب جميع المعطيات مصطفى علوشة رابعة بغدر مصطفى علوشة رابعة مصطفى علوشة رابعة